السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو من خلال الفيديو إن شاء الله سنتطرق لحصة التعبير الكتابي المندرجة دمالوحدة الأولى مجال عالم الأصدقاء مرجع مرشدي في اللغة العربية مستوى الثالث نبدأ على بركة الله عنوان هذا التعبير الكتابي أصف صديقا أو صديقة حلة أو حلت بحينا أو بقريتنا إذن سنصف صديقا أو صديقة حلوا بحينا أو بقريتنا ألاحظوا الخطاطة وأجيبوا شفاهيا هذه الأسئلة إذن الخطاطة من خلال الخطاطة نطرح السؤال متى أي متى حل هذا الصديق أو الصديقة أين المكان الذي حل بهذا الصديق أو الصديقة من حل بيننا يعني هل هو ولد أو بنت كيف تعرفنا عليه الأحداث كيف تصرفنا معه أو معها كيف صار صديقنا أو صديقتنا أربط كل سؤال في الخطاطة بالعبارة المناسبة له لأرطب الأحداث الأسئلة إذن لدي هنا متى متى إذن ذات يوم من أيام العطلة إذن متى ذات يوم من أيام العطلة أين في حينا الجميل أو في قريتنا الجميلة يعني نقوم باختيار إما الحي إما القرية في حينا الجميل أو في قريتنا الجميلة من حل بيننا من حل بيننا سكن قربنا قربنا ولد أو بنت سكنت قربنا بنت إما ولد أو بنت يعني اسمه إدريس أو التقينا بها وعرفنا أن اسمها مريم كيف تصرفنا معها أصبح يلعب معنا في ساحة الحي أو أصبحت تلعب معنا في ساحة الحي إذن بمعنى أنها انضمت إلينا كيف صار صديقنا أو صديقتنا صار صديقا لنا وأصبحنا أصدقاء لها صارت صديقة لنا وأصبحنا أصدقاء لها إذن ذات يوم من أيام العطلة في حينا الجميل سكن قربنا ولد قربنا ولد التقينا به وعرفنا أن اسمه إدريس أصبح يلعب معنا في ساحة الحي وصار صديقا لنا وأصبحنا أصدقاء الله إذن الأحدث هي رتبة ولكن نشط ثاني سنعيد كتابة الأحدث السابقة ونربط بينها باستعمال الروابط و ف فجأة ثم يعني سنقوم بإعادة كتابة هذه الأحدث السابقة ونعيد ربطها باستعمال بعض الروابط يواء والفاء فجأة ثم أنا قمت بإنجاز تعبيرين كتابين واحد خاص بالولد واحد خاص بالبنت إذن ذات يوم من أيام العطلة في قريةنا الصغيرة فجأة سكنت قربنا بنت لطيفة فالتقينا بها وعرفنا أن اسمها مريم يعني الإسم يمكنكم تختاروا أي إسم وأصبحت تلعب معنا في ساحة الحي ثم صارت صديقة لنا وأصبحنا أصدقاء لها عيد ذات يوم من أيام العطلة في قريةنا الصغيرة فجأة سكنت قربنا بنت لطيفة فالتقينا بها وعرفنا أن اسمها مريم وأصبحت تلعب معنا في ساحة الحي ثم صارت صديقة لنا وأصبحنا أصدقاء لها هنا هذي نتحدثه في النص التعبير الكتابي الثاني عن ولد ذات يوم من أيام العطلة في حينا الجميل هنا بالنسبة للبنت تكلمنا على القرية بالنسبة للولد هنتكلم على الحي ذات يوم من أيام العطلة في حينا الجميل فجأة سكن قربنا ولد في مثل سننا فالتقينا به وعرفنا أن اسمه إدريس وأصبح يلعب معنا في ساحة الحي ثم صارت صديقا لنا أصبحنا أصدقاء له أصبحنا أصدقاء له إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم والسلام والسلام ترجمة نانسي قنقر